بالحديث برضو عن الأساطير والهجوم اللي موجودة على الأساطير وأساطير عملوا تاريخ كبير جداً لكرة المصرية يعني انبارح تم الإعلانة عن تولي الكابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن يعني المسؤولية الفنية والإدارية لمنتخب مصر الأو وحالة برضو حملة ممنهجة شارسة على السوشيال ميديا على حسام حسن وابتدوا يجبوله القديم والجديد ويقولوله وكذا وطبعاً يعني أنا يعني عايز أسألكوا سؤال يعني محترام الكبير لكل الأسماء اللي مسكن من متخب مصر الفترة اللي فايتت يعني كلهم أسماء محترمة وكلهم مدربين يعني مجتهدين ومخلصين وكل واحد عنده مدرسته واشتغل كويس وكافح لغاية ما وصل للمكان اللي هو فيه هل حسام حسن أقل منهم؟ سؤال يعني طيب الناس اتكلمت في ثلاث حاجات أول حاجة قارت لك معهوش رخص تدريبية ده طبعاً كده حسام حسن واخد الرخصة إيه؟ اللي هي قبل البرو على طول من الاتحاد الإماراتي سنة 2012 فطلعاً يعني الفيلم ده خلاص إيه؟ قفلناه ورغم كده أنا بقول إنه هو لازم يحصل على الرخصة برو لازم يخش في الرخصة البرو لأنه ما ينفعش مدرب منتخب مصر ما بقاش معاه البرو ليسنس لازم يخش في الرخصة برو اللي هي اللي جاي بتاعت الاتحاد الأفريقي لازم مصر مصر تحاد الكرة لازم يحط حسام وكان لازم يحطه من زمان على فكرة بس إحنا ما بنرفهمش حاجة في الكلام ده طيب ده أنا من رواحد رح يقول لك إيه؟ ما خدش بطولات ماشي هو ما خدش بطولات فعلياً بس حسام حسن فيه إنجازات عملها في الكارير بتاعه كمدرب بمثابة بطولات إنتع فكرة ممكن يكون عندك مدرب درب سنة واحدة وياخد بطولة حظه كويس خد بطولة وحصلت كتير قوي صح؟ زيدان أول مرة يدرب في عياته خد الشامبينز ليج تحصل صح؟ هل ده التقييم اللي حقيقي لأي مدرب؟ لا ليه؟ أنا بقول لكو وتاني أرجع لكو إن حسام حسن وأنا هنا يعني والله ما بدافع عنه عشان حاجة أنا بس إيه؟ مستغرب إن أسطورة من أساطير مصر شغالة في التدريب كل السنين ده وليه نجحاته وإخفاقاته ويبقى لما المفروض الطبيعي في أي حتة إن لما يتعلن إن حسام حسن هو المدير الفني الجديد بتاع منتخب إن يبقى في حالة فرحة لإن إحنا محتاجين نجم كبير زيه جعان للنجاح جعان للنجاح وعنده إصرار وقلب حسام حسن إنه يمسك المنتخب دلوقتي أي حد بيحب المنتخب هيقول كده وهيقول بعض الملاحظات تاني حاجة أقول لك موضوع البطولات حسام حسن في الكارير بتاعه في حاجاته إنجازات عملها بمثابة أكتر من البطولات أكتر من إيه بترفع كاس حسام حسن في بداية مشواره كان مدرب مسك الزمالك وهو كانت 13 عالدولي في وقت أنا كنت بلعب فيه في الزمالك كانت الدنيا ضلمة جواناة الزمالك ضلمة من أكحل الفترات اللي مر بيها الزمالك لا فلوس ولا بجت ولا إمكانيات ولا أي حاجة كلنا عنينة يعني وفضلنا شغالين والناس كلها كانت مستحملة حسام مسك الفرقة حسام حسن وبرين حسن مسك الفرقة من سنة 2009 بتاعي مسك الفرقة كانوا 13 عالدولي قفلوا بيهم الدولي التاني عالدولي وكانوا بينفسوا على بطولة الدولي بينفسوا على بطولة الدولي والسنة اللي بعدها كانوا بينفسوا على الدولي لغاية آخر أسبوع ولا آخر أسبوعين وطلعوا التاني خلي بالكم مفيش إمكانيات خالص إمكانيات صفر لعيبة ما بتقبطش بالخمس ستة شهور ولعيبة متزمرة ولعيبة بتمشي وما فيش قصة يعني بتاع وطلعو التاني ده مش الجز يعتبر بطولة في وقت صعب جدا طيب الناس رعب مسكت منتخب الأردن لأول مرة في تاريخ الأردن والمرة الوحيدة لغاية دلوقتي يوصلوا للملحق النهائي في تصفيات كاس العالم وتغلبوا من يورجوي اتغلبوا من يورجوي ايه عيامها بقى فتحلة فورلان وكفاني في عزو وكل اللعيبة دي في عزوهم وعمل متشاط كبيرة جدا وعمل تاريخ كبير جدا مع الأردن المرة الوحيدة اللي وصلوا للمرحلة دي تمام؟ والأردن يعني فرقة طبعا بنهنيهم وبنبركلوهم على وصلهم للفاينل مع كابتن عموتة طبعا حسين عموتة وعملين بطولة كبيرة جدا يعني ده ما يعتبرش بطولة لما الراجل يوصل مع المصري سنة 2018 للسيميفاينل بتاعكم فدراليا ويكسب فرق طول البطولة أجمد منه بكتير جدا ده ما يعتبرش بطولة في ظل إمكانيات خلي بالكو على الأد يعني فالنهارده الناس اللي بتقيم الأمور ده مين؟ ليه؟ 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 ليه ما تدوش فرصة للناس ان هي تشتغل وتعالج أخطاقها؟ يعني ليه؟ يعني حتى الراجل لو عنده مشاكل ان هو بتقول ان هو عنده مشكلة مثلا ان هو لازم يتملك أعصابه في مواقف كذا؟ آه ماشي حق الناس نية تقول كذا إنما تطلق الراجل إن هو ميح إن هو ما عندهش فكرة عن التدريب وإن هو كذا؟ لأ حسين حسين مدرب كويس وراجل يقدر إن هو الأخطاء اللي عنده إن هو يعالجها وإن هو الناس تبقى حواليه وبتحميه وتدعمه يا جماعة مهما جبنا مدرب مين؟ وبقى فيه تناحر تناحر كبير جدا ما بين العيدة الكرة السابقين وما بين الناس اللي شغالة في الإعلام إن مستميين أي حد إن هو يقع عشان يددوله فوق دماغه عمرنا ما هيجينا مدرب يعرف ينجح وما تنسوش أنا فاكر كويس قوي إن كابتن حسن شحاته لما مسك المنتخب سنة 2005 كان مسك مدرب مؤقت كانت ساعتها يعني طلع كذا فرقة في الدرجة التانية من الدرجة التانية للممتاز الشرقية المقولين كسب كاس مصر والسوبر مع المقولين لكن برضو كان في حالة يعني حاجم مشارسة كبيرة كبيرة إزاي وده راجل ما ينفعش يمسك المنتخب وراجل يشتغل ونجح وكسب تلاب بطوات أفريقيا وصنع جيل عظيم عظيم لمصر على فكرة في واحدة من المتشاط الودية لو كانت غلبها كان ممكن يمشي الناس كان بتحضر له إن هو يمشي فإحنا يا جماعة لما يجي لك أسطورة أسطورة زي حسام حسن حسام وإبراهيم طبعا يعني أم الأتنين من نسبانا واحد أكيد يعني كباتني طبعا وبالنهارده يعني باتباحوا بالشكل ده قبل ما يبتدي شغل وبحاول أختلق مشكلة هتحصل ما بينه وما بين محمد صلاح وإن هو كذا وإن هو كذا أنتو النهارده يعني يعني هل أنتو تعتقدوا إن الناس دي اللي قدامكم دي الأغبية أكيد هيحتوى محمد صلاح وأكيد هيحاولوا يطلعوا أحسن حاجة من محمد صلاح لأن هم عايزين يكسبوا ومحمد صلاح لعيب كبير وبلاش تصدروا أزمة قبل ما تحصل وبلاش نغمة إن هو مدرب حماسي بس لأن حسام حسن مش مدرب حماسي بس مدرب كويس حسام حسن اللي عمل الكلام اللي أنا قلت لكم ده معناها إن هو مدرب كويس راجل بيهتم بالتفاصيل وبيهتم ومخلص في عمله وبيهتم بالكور السابتة عنده حاجات آه لازم يطورها عنده لكن دور بقى الإعلام ودور اللعبة السابقين إن انت تقول آه ماشي خلي بالك كابتن حسام فيه كذا وحتى لو كلمتوا في التليفون وتقول في الإعلام مش مشكلة ولكن لازم ناخد بالنا صدقوني عايزين حسام حسن ينجح؟ أعتقد يعني مفيش حد وطني مش عايز الناس يتنجح لأن نجحهم هو نجح للمنتخب إلا بقى لو الناس عندها أجندات تانية بينفزوا أجندات تانية لكن لازم كلنا وأنا رسالتي لكابتن حسان كلنا في ظهرك وكلنا بندعمك وإن شاء الله المنتخب هينجح مع حسام حسن وإن شاء الله مع حسام إبراهيم وإن شاء الله بإذن الله صلاح هيبقى كويس مع كابتن حسام وكابتن إبراهيم الناس دي جعانا للنجاح جعانا للنجاح وإن شاء الله بإذن الله هينجحوا